ومعنا الآن عبر الأقمار الصناعية من بغداد إحسان الشمري المحلل السياسي أهلا بك سيد إحسان هل يمكن القول أن الدفعات عاد للعلاقات بين أربيل وبغداد؟ شكرا على الإضافة هذا ما يمكن أن نصفه وأتطابق معك بأن طبيعة الزيارات الأخيرة على مستوى رئاسة الإقليم ممثلة بسيد نجيرفان برزاني وحتى على مستوى الأحزاب الأخرى على سبيل المثال الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أيضا زار بوفد كبير جدا بغداد يبين بما لا يقبل الشيك أن هناك عودة لعلاقة متنامية ما بين المركز من جهة والإقليم من جهة أخرى قد تكون لحظة داعش هي من دفعت الكرد إلى العودة مرة أخرى إلى بغداد يعني ليس فقط على مستوى التنسيق المعركة وأن هناك كثير من الملفات الأخرى منها ما يرتبط بقضية المناطق وتواجد البشمرقة هل سيلتزمون الحدود أم سيتمددون كل هذه في حسابات الكرد وهنا نتساءل برأيك من الذي تم الاتفاق عليه ما بين الطرفين حول مشاركة البشمرقة لاحظنا في النقاوين الأخيرة تراشق الاتهامات العبادي رفع من مستوى الاتهام تجاه تحرك البشمرقة وسيطرتها على بعض المناطق على ما يبدو بأن بشمرقة ومن خلفها يعني رئاسة الإقليم بالتحديد آمنت بشكل كبير بأن الذهاب تحت مظلة القوات المشتركة هو الأفضل سيما وأن طبيعة الفاعل والضغط الخارجي يعني الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي تقود التحالف الدولي ولها تأثير كبير على مستوى يعني القرار هناك داخل الإقليم كردستان أفضى إلى إسناد أدوار إلى البيشمرقة وهو بكل الأحوال هي قوة تخضع إلى القائد العام للقوات المسلحة وفق الدستور هنا أتحدث ولا أتحدث عن مستويات أخرى من وجهة نظري ستكون هناك أدوار وفق الاتفاق الأخير المتمثل بالقوات المشتركة وقيادة هذه القوات وبالتالي أنا أتصور بأن موضوعة البقاء على مستوى التواجد البيشمرقة يعني على مستوى المناطق الآن التي يتواجدون بها يمكن أن تكون مفتاحاً لوقف أي تداعي قادم فيما يرتبط بتقدم البيشمرقة أو حتى وجود احتكاك ما بينهم وما بين الجيش العراقي وحتى القوات الساندة سيد أشمري هل هو تفاهم أخير هل هو تفاهم نهائي حول هذا الملف الشائك أم أنه تحت ضغط خارجي فقط من أجل المضي بمعركة استعادة الموصل وفق رؤية التحالف الدولية يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نهمش الفاعل والضغط الخارجي المتمثل بالتحالف الدولي والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لكن أعتقد أن الكرد يرون الآن يعني على مستوى معركة الموصل وطبيعة الحاجة العراقية لتحرير الأرض هناك خير ما يمكن من خلاله الحصول إلى مصالح وبالتالي حالما يتم تأمين هذه المصالح على مستوى الموازنة يعني وحقوق الإقليم الموظفين البيش مرقة وأيضا فيما يرتبط بالنفط وتصدير النفط وقانون النفط إذا ما وصل الكرد إلى اتفاق نهائي ولمس وجود ضمانات فأنا أعتقد أن أمر البيش مرقة ومشاركته سيكون محسوما بشكل نهائي ضمن مظلة القوات المشتركة يقوده القادر العام للقوات المسلحة بما أنك ذكرت وتحدثت عن الموضوع النفطي يعني هناك اتفاق نفطي ما بين الطرفين وهذا ما يهم المواطن هنا في الإقليم وخاصة في كاركوك بما يتعلق برواتب الموظفين هناك هذا الاتفاق النفطي برأيك هل هو اتفاق عادل للطرفين؟ يعني على ما يمدو سيدتي على مستوى الاتفاق النفطي السابق لم يكن يعني يدخل حيز التنفيذة وحتى أن الكرد لم يوفوا بالتزاماتهم على مستوى التصدير ولذلك مجيء نجربان بارزاني إلى بغداد هو جزء من عملية عقد اتفاق جديد وطبيعة ما دفع به رئيس الوزراء حيدر لعبادي حينما أشار بأن هناك لجان فنية ستعمل على وضع آلية فيما يرتبط وتصدير النفط أنا أعتقد أنه إشارة واضحة لأن هناك إمكانية لعقد اتفاقية جديدة تضمن الموازنة الاتحادية لأن القانون السابق للموازنة الاتحادية تضمنه الاتفاق النفطي الذي لم يأخذ حيز التطبيق أو حتى لم يلتزم به الكرد ولذلك أعتقد أنه إذا ما وصلت اللجنة الفنية ما بين الطرفين وزارة النفط العراقية الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية هناك في الإقليم فأنا بتصوري سيوضي إلى اتفاق سيضمن كأحد بنود الموازنة الاتحادية التي ستقر في الأيام القادمة أو الأشهر القادمة نعم إحسان الشمري المحلل السياسي كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك